أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بعشر سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع سقوط جسم متفجر في ساعات الأولى من صباح اليوم داخل مدينة طابة في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قمت بنقل ستة مصابين إلى مستشفى طابة المركزي وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة حيث غادر المصابون المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم شكرا